مسا النور نحن هنا في هذه المنطقة منطقة القطاع الغربي في النقورة منذ قليل دوت صفارات الانذار بقوة في موقع اليونيفل المجاوري لنا وما لابثنا أن عرفنا أن القوات الإسرائيلية قصفت المنطقة الواقعة بين علم الشعب والظهيرة وتحدثت إلى مصدر أمني أكد لي أن القوات الإسرائيلية استهدفت خراج علم الشعب في منطقة محيطة لمركز للجيش اللبناني المعلومات الأولية لم تفد عن وقوع ضحايا وأيضا بحسب المصدر الأمني تعرضت بلدة لظهيرة لقصف ولكنه أقل حدة من القصف الذي تعرضت له علم الشعب ما هي أسباب ذلك أسباب هذا التدهور الأمني معلومات أخرى تحدثت عن ثغرة تم أحداثها في الجدار الذي بنته إسرائيل في المنطقة الحدودية بين لبنان وفلسطين المحتلة فهل حصلت عملية أمنية ما أدت إلى خرق هذا الجدار وردت إسرائيل بالقصف المدفعي لا يزال الأمر مدار تحقق من قبل الجيش اللبناني وعندما تضطح عصور أكثر وأسباب هذا التدهور الأمني نعود إليكم أفادت بأنه ربما هناك عمليات تسلل من جنوب لبنان كذلك الجيش الإسرائيلي حذر يعني طلعناها يا كلودي منذ قرابة الخمس دقائق على الشاشة حذر من عمليات التسلل وحذر المسلحين اللي قاموا بعمليات التسلل في القطاع الغربي من الحدود يعني هذه هي الرواية من الجانب الإسرائيلي لكن من الجانب اللبناني ما زالت الأمور لم يتم تأكدها يعني صح؟ صح المصدر الأمني اللبناني لم يؤكد حدوث عملية التسلل سألته حول هذا الأمر ولكنه طلبت تريث للتحقق أكثر من الوضع على الحدود اللبنانية في أي حال أظهر لكم مع زميلي ريكاردو منصور ومع زميلي محمد تامو الآن الصورة في هذا الجبل وراءنا إخراج بلدة علم الشعب في القطاع الغربي في جنوب لبنان يمكننا رؤية الدخان الذي تصاعد نتيجة القصف الإسرائيلي أيضا كما ذكرنا الضهيرة تعرضت للقصف وكان هناك في المنطقة التي كانت قد تعرضت لقصف قبل يومين في الضهيرة كان أحد نواب حزب الله حسين جشي آتيا لتفقد أضرار المنازل وعندما وقع القصف الإسرائيلي تم إخلاء النائب حسين جشي وكما علمنا على دراجة نارية من المكان إذن هذا هو التدهور الأمني قصف على الضهيرة في خلال وجود أحد نواب حزب الله في المنطقة ونتج عن ذلك إخلاء سريع للنائب وأيضا في علم الشعب في خراج بلدة عيت الشعب في منطقة محيطة بمركز للجيش اللبناني أيضا تم حصل القصف الإسرائيلي إذا هدأت الأوضاع قليلا سوف نتوجه إلى المنطقة لمعينة ما حصل بالضبط